قام محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فارغ سالمين البحسني بزيارة تفقدية لمديرية الريدة وقصيعر اطلع خلالها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ووضع حجر الاساس لعدد من المشاريع الخدمية بالمديرية زيارة للمحافظ البحسني لمدرية الريدة وقصيعر التقى خلالها مشائخ ومقادمة واعيان المديرية للاطلاع على اوضاعهم وتلموس همومهم الى جانب وضع حجر الاساس لعدد من المشاريع المهمة مع بداية مطلع العام الجديد مشيرا الى ان المديرية تستحق هذه المشاريع نظير ما عانته من حرمان خلال السنوات الماضية حيث دشر المحافظ البحسني مشروع تحسين الشبكة الداخلية لكهرباء الريدة وقصيعر مع منطقة بيج بشبكة الكهرباء بكلفة 9 ملايين ومئة الف دولار بتمويل من السلطة المحلية بالمحافظة ووضع حجر الاساس لمشروع خط 33 كيلو فولت الرابط بين مدينتين الريدة الشرقية وقصيعر مع انشاء محطتين تحويليتين بقدرة 10 ميجاوات وهي مرحلة اولى لمشروع الربط بين مديريتين الريدة وقصيعر والديسة الشرقية بكلفة مليونين وسبعمائة الف دولار بتمويل من السلطة المحلية ايضا كما وضع المحافظ البحسني حجر الاساس لمشاريع طريق مهينم عسد الجبل والمنشأة الرياضية بمدينة قصيعر ومشروع سوق الخضار والاسماك والمواشي بالريدة الشرقية اضافة الى وضع حجر الاساس لمشروع تأهيل مركز قصيعر للانزال السماكي بتوميل من البنك الاسلامي للتنمية وطلع المحافظ خلال زيارته على مكونات منشأة الفقيدة المهندس عود سعد السقطر الرياضية بمدينة الريدة الشرقية موجها بربط الكهرباء بالمنشأة ووجه المحافظ باعتماد انشاء معسكر يتبع للواء الاحقاف في منطقة عزد الفاية بهدف تعزيز الامن والحماية للمدخل الشرقي لمحافظة حضر موت وتفقد المحافظ جاهزية نقطة المضي التابعة للواء الاحقاف مشيدا بما حققه افراد النقطة من ضبط وافشال لعمليات التهريب وتأمين المدخل الشرقي مشددا على التحلي باليقظة ورفع الحس الامني والجاهزية وزار المحافظ البحسني موقع كورنيش مدينة قصيعر موجها وكيل المحافظة للشؤون الفنية باعداد دراسة فنية لموقع الكورنيش وانشاء الحدائق والمتنفسات للعوائل واستغلال الموقع وترويجه للمستثمرين الجادين الى ذلك وجه محافظ حضر موت في ختام زيارته لمدرية الريدة وقصعر بدعم مركز البسمة لذوي الاحتياجات الخاصة بمبلغ مليون ريال يمني لتسيير العمل وتفعيل انشطته وطف محافظ حضر موت بقاعات التعليم مشيدا بمستوى عمل المركز الذي ينمي قدرات شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة ويعمل على تأهيلهم لدمجهم مع كافة شرائح المجتمع